بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مشكلة العصر او مشكلة الجميع تساقط الشعب طيب اه كانوا زمان اه ما عندهمش المشكلة دي واضحة جيء واضحة قوي لان كانوش بتعرضوا للملوسات ولا الكيمويات ولا الحياة العصرية اللي احنا عشناها في الايام دي فكانوا الطبيعة الاكل التغذية كل شيء بيساعد الانسان على انه يحتفظ بصحته وبشعره بجلده بضوافره بكل شيء يخصه كل شيء الصحة لان الجسم متكامل فالنهاردة اصبحت تظهره كتير حتى الاطفال الصغيرين حتى الكبار حتى ده اللي ده اللي ده لكل بيشتكي بالموضوع تساقط الشعر تساقط الشعر هو اساس سوق تغذية يعني في صفة عامة هو ان في انذار للانسان ان التغذية او تغذيتك ميس سليمة او غذائك اللي انت بتتناوله ميس سليم او فيه هنا ملوسات او فيه عناصر دخيلة عليك فبيبدأ يديك مؤشرات زي الالم احساس الالم الله عز وجل يجعله عندنا انك بتحس بالالم ليه علشان تحمي نفسك مش ان هو يعني عشان نتعذب منه لا حسس انا بحس بالسخل بحس لو شيء خبطني يبقى انا كده هيبدأ اشارة للمخ ان انا ابعد فانا تساقط الشعر هو اشارة ليك او لك او لاي انسان اه فوق اصحى انت داخل عندك خطر معين او فيه مشكلة صحية معينة بنقول فيتامينك كذا وفيتامينك كذا ده شغل الاطبة لكن احنا انا بنتكلم على العناصر اللي ايه العشبية بتاعتنا فالنهار ده انا هقدم لك مجربة او هنقدم مجربة اللي هي مقوية هي عبارة عن غسول غسول يعني مية باستخلص معين غسول للشعب يقوي الجدور مضاد للفطريات بيحمي الفروة الراس من اي اضرار او اي اهزة يبقى اوة هنا هيقوي جدور الشعر هي مطهر معقم اه مناشط مناشط لان انت لما يقوي المصيلات هيحصل فيه نشاط حتى لو فيه شعر واقع او حصل اي مشاكل او اضرار هيبدأ الشعر ده ينمو من تاني لان مهما كان انت طالما الانسان طبيعي مفيش امراض خطيرة ان هو لو الشعر تساقط ده لما يكون معندوش الصلع الصلع الوراسي الصلع الوراسي ده قصة تاني لابنتكلم عن مشاكل تساقط الشعر الانسان الوحدة اللي بتعمل نظام ضايت شديد او نظام تخصيص ما يكونش مرتب بمعرفة الطبيب فبيحصل تساقط للشعر اه فيه حالات الحامل والولادة والمسائل ده لاني بيحصل برضو ما يكونش فيه التغذية سليمة او هي نفسها ما بتاكلش كويس فبيحصل تساقط للشعر اه مسائل كتير حتى يعني بعض ال اهلنا يعني اللي بيتعرض لعلاج كيماوي فبيحصلوا تساقط للشعر فترة وبنقول له ما تخافش اه ان شاء الله بامر الله ما تقلقش ده مسألة عارضة ومسألة مؤقتة وان شاء الله هيرجع شعرك من تاني مع الاهتمام بتغذيته وتغذيتك والنظام الصحي السليم مجربة النهاردة غسول من عنصري اتنين اول عنصر كلنا عارفينه اللي هو الكاموميل او البابونج الكاموميل او البابونج تاني عنصر اللي هو الاملج املج الف ميم لام جيم جيم يعني املج عشان اختلاف اللي هجات فهو عنصري اتنين الاملج والكاموميل طيب ايه فوادي الاملج الاملج يا جماعة هو صمرة او اوراق نبات هي مفيدة جدا يعني بالنسبة للصمرة بيكلوها وتجماعة اهل الخليج ممكن يكونوا شافوها كتير لان في بعض المطاعم في اسيا موجودة الكلام ده كله هي مفيدة جدا للهضم والجهاز الهضمي ومضادة للاكسادة وآآ بيتخلص الجسم من الدهون الضارة ده بالنسبة للصمرة التغذية فجاف وهي جافة اغلبية الفوائد نفسها موجودة فاحنا هنا هنستعمل آآ آآ السمار الجافة اليابسة اللي هي سمار نبات الاملج ومقوية جدا للآآ جزور الشعر وللشعر نفسه يعني انا يعني ممكن بعض الاحيان بتحمي الانسان من الشيب الموضوع الشيب المبكر وآآ اكبر فايدة لها بالنسبة للشعر ان هي بتمنع تساقطه وبتعالج المشاكل الفطريات او الكشر الراس الكشر اللي موجود في فروة الايه في فروة الراس طبعا الكاموبيل احنا اتكلمنا فيه كتير الكاموبيل ده عامل زي الانسان الحشري هو الانسان الحشري اللي داخل في كل حاجة ليه لانه فوائده كتير واحنا بنضيفه مع عناصر اخرى بيعوض او بيكمل دورة الفائدة يعني انا ممكن كنا نقول ان احنا ممكن نستعمل املج فقط ولكن لما احنا بنضيفه الكاموبيل عشان يديك عناصر تانية مقوية وتلمع تقعطي لمعان للشعر وتعطي ريحة طيبة ومقوي برضو ايضا لجزور الشعر وفي نفس الوقت بيعمل على يخل الشعرية فيها حيوية فيها لمعان طبيعي بيعطي لها جمال وراونك جميل جدا بالنسبة لاستعمال البابونج او الكاموبيل المكونات يعني انا لو حالة تساقط شديدة ممكن اخد مية وخمسين جرام املج لمية جرام كاموبيل طيب نفترض الحالة بسيطة يبقى مية جرام ومية جرام احنا نقول مية جرام ومية جرام ونختصر على نفسنا اول حبينا تخلي مية وخمسين او مية براحقكم يعني ده انا بقول في مساحة انت عندك مية وخمسين جرام ومية جرام بنخلطهم على بعض وبنطحنهم المطحون هيطلع عندي بالشكل ده تمام وطحنه سهل على فكرة ما هوش مشكلة يعني يعني طحنه في المنزليا سهل فياريت نجيب الخامة بتاعتنا اه من عند العطار زي ما هي ونحاول نطحنه في المطحنة المنزلية يبقى انا كده بهرب او باحمي نفسي من ان اجيب منتج ولو هو حتى مش قاصد العشاب او العطار اللي اتشتري منه ان هو يفسده هو ممكن تخزين او تركنا عنده ففسد يبقى احنا قلنا مع الطحن بيحصل تغير في احوال المواد نفسها ازا ما تحافظتش كويس فانا النهاردة دول فعلا المقدار اللي في الطبق ده دول مية وخمسين جرام املج ولمية جرام اه بابونج طبعا احنا ممكن تلاقي كمية كبيرة وهي قبل الطحن بعد الطحن بيبقى اقل شوية هلما احفاظهم انا ما بخليهمش عندي كده بجيب كيس ووقفلو عليهم وبحطوه في واخد او بنضعوه في جزء من التبريد لو هتغيق كتير لو فترة بسيطة وحد طبعا هيقول لي هاتها يا عم علي انا عاوز المجربة ديت فخلاص يا بتروح له وتروح لصاحب نصيبها والربان يا بارك له كنت اتمنى والله ابعتوكم كلهم بعد الخلط ده طب طريقة الاستعمال بقى طريقة الاستعمال انا فيه طريقتين انا يعني يعني عاوزين نركز مع بعض فيهم عشان الفايدة تبقى كاملة انت انت ما عندكيش ظروف انك انت تعملي كل يوم او يعني هي بتستعمل مرتين اسبوعيا الى مرة اسبوعيا ممكن مرتين مرة واحدة اسبوعيا حسب الحال طيب انت ظروفك تسمح في ستات يعني ستات المرأة العاملة الظروف عندها ما بتسمحش في هي ممكن تعمل الموضوع ده بتاقيا يعني تعمل المجربة نفسها لمرتين بتوع الاسبوع طيب المرتين يعني ايه يعني اتنين كوب ماء اتنين كوب من الحجم ده طيب هي هتعمل ايه هنا هنضيف الاتنين كوب دول في اي اناء وهنخلي الماء تغلي كويس ساعة بعد ما بتغلي جامد انا بضيف للاتنين كوب بضيف لهم ملعقة الى او ملعقة كبيرة او تلات ملايك من الحجم الصغير يعني تلات ملايك لاتنين كوب ماء الميا هي بتغلي او مضيف الخلطة بتاعتي عليها ونقمت وبعد كده نطفي النار عنها ونبعدها ونسيبها تبرد بعد ما تبرد بصفيها طب اللي هو صفتيها ماشي ما صفتيهاش ممكن هو ده بيترسب في الارضية بنسيبه وناخد قابل الاستعمال بتاعي. قابل الاستعمال ايه? على قادر ان كنتي متى تلتليج فروة الرأس. احنا بقى هو يستعمل على فروة الرأس فقط يعني مش على الشعر كله. لا على فروة رأس. حبيتي تعمل على الشعر كله مفيش اي مشكلة. لو في قشر شعر او في اي ضرورت تانية. عادي مفيش اي مشكلة. هي المقصود منه تدليج لفروة الرأس. تدليج ده اي بسيطة مش دعك يعني انا مش النظام تكسر الشعر كاملا. بتروف الاصابع بنبدأ لدلك بالراحة فترة عشر دقيق بنفس السيل ده بنضعه على فروة الرأس وندلك وبعد كده بنسيبه ساعتين. ممكن ساعة ونصف ممكن ساعتين. اه لو حد قال ان هو هينام بيه ويوم الصبح يغسر وفيش اي مشكلة. بس يا ريت ما نطولش كتير عن ساعتين او الى تلات ساعة. يعني يفضل لانه خلاص بيكون الجسم اخد المادة اللي احنا محتاجينها والباقي ملوش لازم. يبقى قلنا طريقة الاستعمال اللي احنا بنضع هو يا كل كوب كل كوب بالحجم ده له ملعاقة ونصف صغيرة. هتعمل اتنين كوب يبقى تلات ملعاق صغيرة. هتعمل لي تلات اكواب يبقى كده. طب اللي انا عملته ده المجربة اللي انا عملتها والغسول اللي انا عملته ده هستعمل جزء وفضل جزء في التلاجة. طب بعد ما طلعوا التلاجة اه ممكن لو عاستعملوا بارد ما فيش مشكلة بس ميكونش متلك. احاول ان هو يكون في حرطه. لكن مغليوش تاني. تسخير تاني لأ. انا اسيبه في حرط الجو عادي. اطلع على المجدار اللي انا استعمله. واسيبه في في المكان اللي انا فيه عادي. لكن تسخير تاني لأ. اه لان تسخير تاني هيفسده وهيبقى له ضرر مش هيبقى له منفع. اه الاستعمال حتى اه اه يعني يعني انا افترض ان الحالة شديدة حالة موضوع مسلا تسقط الشعر او فيه قشر جديد او فيه كلام زي كده يبقى هنعمله مرتين اسبوعين. طب الحالة بسيطة يبقى مرة واحدة كل اسبوع. اه طب لمدة ايه? لمدة ما يزول المشكلة. ما في حد يقول لي طب نستعمل ايه الفترة. لأ ما تزول المشكلة اللي عندك. يبقى احنا زي ما قلنا المكونات قلنا طريقة الاستعمال قلنا الكلام ده طبعا ما تكون الرأس مبتلة مبتلة انا لا انصح باستعمال بسموه البنيه يسموه غطائش انا البنوه غطى غطى الشعر. ملاش نستعمل اي اي يعني اي اغطية صناع من الياف صناعية او بلاستيكية. الا في بعض الامور ليقول على حاجة هو مسؤول انا اما انا بالنسبة للحالة انا انا بقول يا ريت فوطاء او غطاء يكون من القطن. من القطن الطبيعي. الالياف الصناعية دي خطرها فضيع جدا في تغطية الراس. حتى في الحياة العادية. حتى ويمكن دي من اسباب تساقط الشعر. والمشاكل اللي بتحصل عند بناتنا او اخواتنا المحتاجبات. لان في بعض الاغطية بيكون الياف صناعية. الالياف الصناعية بتعمل كهربية معينة. بتأثر على الشعر وبتأثر على البشرة. وبتأدي الى تساقط الشعر. فياريت نتجنب الالياف الصناعية بالنسبة لأغطية الراس. فأغطية الشعر. نتجنب الالياف الصناعية. تكون قطن طبيعي على قدر ما يمكن. اما موضوع الالياف الصناعية هتا نجي نعالج. نحط الياف صناعية. نحط بلاستيك. انا عاوز انا عاوز زي انشاف. عاوز وامتص. عاوز الامر يبقى طبيعي. مجربتنا النهاردة المكوية لجزور الشعر والمضادة لكشور الرأس. ومضادة الفطريات والبكتيريا اللي او الفطريات اللي ممكن تتواجد على الرأس نتيجة لأحوال الجو والمسائل دي. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم. والى لقاء في حلقة اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.